ورجعنا لحضراتكم مرة تانية ومعينا ومنورانا في الستوديو الكاتبة ومدربة التربية الأستاذ سلوى باسيوني اللي هنتكلم معاها عن كتابها حكاياتنا وحكايات أولادنا مواقف حياتية من رحلتنا التربوية الحقيقة أن الكتاب بشكل كبير بيدور عن مواقف حياتية حقيقية قبلتها الأستاذ سلوى في دوائر علاقتها سواء القريبة أو البعيدة وده طبعا بالإضافة لطبيعة عملها كمدربة التربية أهلا بيكي ومنورانا واسمحي لي أقولك أنه أنا على المستوى الشخصي وأكيد كل أم هتكون بتتفرج علينا النهاردة أكيد هتكون مهتمة جدا بكتابك بحييكي على الكتاب الجميل منورانا وتعالي نتكلم في الأول عن الفكرة اللي قررتي من خلالها أنك تساعدي الأمهات والأبهات بكتابك أنك تقدمي لهم وصفات أو روشتات أو نصائح تربوية مهمة في بداية فكرة الكتاب جات من أن أنا غير مجال شغلي علاقتي بولادي كنت بواجه فيها مواقف كتير جدا كمان دوائر العلاقات فعلا أننا لما بنزل وبخرج مع الولاد وبنروح تمرين أو بنروح المدرسة أو بنروح في أي مكان يكون فيه طفل بشوف مواقف بتحصل قدامي وأنا بتعاطف جدا مع الطفل وبحس أنه هو يعني محتاج يتفهم أو محتاج يعني لما بشوف تصرف الأم بحس أنه فيه يعني فيه غلط حصل أنا عارفة أن أنت مش قصده ولكن هو المفروض الطفل ده هو فيه حاجة عايز يوصلها لك بشوف مش عارفها ومحتاج طريقة تانية غير القصوب اللي تتعامل مع بيه وده كان هدفك له عايزة تصلحي الطريقة أو توجهي الأم أو الأب للطريقة المزبوطة بالتعامل مع أولادهم محددة الأعمار اللي بتكلمي فيها؟ لا هو الأعمار المواقف اللي في الكتاب كلها ممكن تتطبق على أي سن لأنه فيه حاجات كتير إحنا بنواجهها في حياتنا طول اليوم فيه أحيانا يعني لما جاءت أمهات بتسألني بتقولي أنا ده حصل معي وأنا صغيرة أنا شفت نفسي في القصة دي فالكتاب ممكن يتطبق على أي عمر على الأم نفسها هي ممكن تشوف نفسها حصل معها إيه وهي صغيرة وكان ممكن يتعالج إزاي بسهو ما تعلقش عشان كده هو سايب أثر معيها وبالتالي هي طلعت تلقائي زي ما هي تربيت بتتعامل بنفس الطريقة بتربي للأسف إنه غصبنا عننا بنبقى عايزين لربي أولادنا زي ما تربينا على الرغم إنه إحنا على فكرة كأمهات وأبهات مقتنعين مليون المية إنه الزمن غير الزمن والدنيا غير الدنيا والطريقة مهما كنا تربينا كويس بس أكيد كان فيه خفاقات أو طرق غلط يمكن اتعاملنا بيها فبالتالي طلعت فينا مشاكل وده اللي مش عايزين لولدنا نعمل إيه بقى في الصراع الرهيب اللي ما بين اللي إحنا تربينا بيه وما بين اللي المفروض نربيهم بيه وما بين اللي هم بيقبلوه وما بين اللي هم ما بيقبلوهش محتاجين نتعلم 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 دي حاجة مهمة جدا إحنا أهلين ربونا زي ما أجدادنا ربوهم وهي السايكل ماشية كده محدش كان بيه يعني زمان مش هنقول إن هم كانوا مقصرين بس هم كانوا بيربوا بالإمكانيات المتاحة ولكن إحنا النهاردة الأجيال اختلفت والإمكانيات المتاحة اختلفت إيه الإمكانيات اللي زادت علينا في التربية؟ أنا بتكلم على شقة تربية تحديدا إيه الإمكانيات؟ يعني أنت كموروجي تطورت طبعا التربية تطورت إزاي بقى؟ يعني طورينا تربويا طرق التربية إزاي إن أنا أدخل وأقرأ وأتعلم وأسمع أنا لو دخلت على اليوتيوب وكتبت أي حاجة أنا بيدور عليها هتطلع لي المعلومة صحيح لو حصل لي موقف مع ابني وأنا معرفتش أتعامل فيه زمان ما كانش عندنا متخصصين تربية نقدر إن إحنا نلجأ لهم دلوقتي يبقوا موجودين صحيح ويقدروا يوجهونا كمان لو أنا شايفة إن ده موقف عادي وحقدر أتعامل فيه كمدرب تربية أو كمتخصص في التربية أوكي ولكن لما بنلاقي إن المواضيع بتبقى واخدة شكل مختلف بيبقى لينا رؤية فأقولك ممكن إحنا في الحتة دي ممكن محتاجين مثلا طب نفسي مساعدة بالضبط محتاجين طب نفسي يتدخل في الحتة دي لكن إحنا في العموم دلوقتي الوسائل بقت متاحة جدا جدا إن إحنا نتعلم وما نقفش لأن الأجيال اختلفت ما بقيناش زي زمان